صباحكم خير مشاهدينا بكل الخير والأمل والتفاؤل والصحة دائما ندعي نقول كيفك كيف الصحة لأنه الصحة أهم شيء لوجودنا لنكون أصحاء متعافين في عوامل كثيرة لنحافظ على صحتنا وخاصة هلأ نحن في ظل الإجراءات الاحترازية للمواجهة وباء كورونا كثير من التوصيات النصائح التي تقدم إلنا لكن يأتي الغذاء ليكون أحد أوجه التصدي يعني إذا سحكينا أو صح القول لهذا الوباء وأحد سبل تعزيز مناعتنا ضد هذا المرض وغيره من الأمراض ماذا عن التغذية السليمة التي تعزز مناعتنا خاصة هلأ كمان بفصل الصيف بالشوب بموسم ربما بحر إسباحة إلى آخره كل فصل وكل موسم إلو متطلباته لتعزيز المناعة من خلال الغذاء هذا الشي هو موضوع حوارنا اللي رح يكون مع الأستاذ حسن أحمد يوسف الأخصائي بطب الغذائي من الجامعة الأمريكية بجبيل آيو تي أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن أهلا فيك يا سعد صباحك صباح الخير والصحة للجميع أهلا وسهلا فيك وكتير أنا بتشرف أن أطلب معك بهذا البرنامج أهلا وسهلا فيك إذا ما حكينا اليوم عن دور الغذاء بتعزيز مناعتنا وصحتنا ونحن عم نواجه وباء كورونا لكن ممكن نحن نتفادى أيضا ليس فقط الإصابة إنما نتفادى أي عارض صحي من خلال تعزيز مناعتنا عبر الغذاء صحيح الحاكي هلا هو أكين كبداية الوقائيات نحن بنعملها مثل الكمامة التباعد إجتماعي قسل إذن هي شيء كتير مهم بس عنا الغذاء وكيف نحن نتعامل مع الغذاء والشرب هو شيء كتير مهم لحتى نحن نقوي مناعتنا بحاس مثلا أنه إجا الفيروس على الجسم أو شيء نكون نحن متصدعين لهذا الموضوع أوهين مناعتنا منيح هلا أهم النصائح بداية شرب السوائل كتير كتير مهم طبعا بالتحديد السوائل اللي ما فيه سكر يعني مثل الماء متى بلا سكر زهورات لأنه سكر شيء كتير مضر يكون نحن عم نفيد من ناحية عم نضر من ناحية تانية في عنا رقم اثنين النوم اللي منيح يعني لازم يكون النوم على الأقل بين 6-8 ساعات وقد ما فينا نكسب ساعات قبل الساعة 12 إذا الواحد نعم 11-10 بيكون شيء كتير مليح كغيزاء هلا نحن كتير عنا معلومات غلط عن الغيزاء أنه الواحد لازم يأكل كميات كبيرة مثلا من الخضرة وفواكه مثلا ما يأكل لحم أو وجاج أو دهن هلا بشكل عام مفروض يكون الغيزاء متوازن من كل شيء من كل الأمور الموجودة بس الكميات تكونوا صغيرة الجسم ما بيحتاج كميات كبيرة أبدا من الغيزاء وخصوصي ضمن الديعيات اللي بيعملوها للفيتامينات والمعادن أنه الأكل المانو كافي ومفروض اللي حياخد مكملات هذا شيء ما نصحيح أبدا دائما نلجأ للمواد الطبيعية الفيتامينات والمعادن الموجودة بالأكل لأنه جسم ما بيقدر يأخذ من الحبوب ويمتص مثل ما بيأخذ من شيء طبيعي في عنا كمان موضوع الفيتامين دي فيتامين دال هذا تحديدا كتير مهم للمناعة بس أكتر مصدر مهم لأله هو أشعة الشمس هلا نحن منستغرب يمكن مفروض أهل الساحل ما يكون في عنا نقص بهذا الفيتامين بس موجود كتير لأنه تعرضنا للشمس هو أسلوب خاضئ شوي فهو يكون التعرض بين الساعة 10 إلى الساعة 4 حصرا يعني إذا بدي إليك بين 12 و 12 هو أفضل شيء بدي يكون الجسم على الأقل مكشوف لعند الكوع والعند الركب الجسم تعرض من مدة 10 دقائق إلى 3 ساعة أقصى حض نص ساعة وكمان أكتر من هيك الشمس مضرة تمام إذن فيتامين دال لنوقف يعني طالما صارت هلأ هون الفكرة إنه كتير ضروري ويكون المصدر من الشمس غير اللي عم بيأخدوه متممات أو سبليمينتس يعني والأنت بتفضل تاخده من مصدر الرئيسي ونحن بحر وشمس وإلى آخره فقلت لي من الساعة 10 إلى 12 أو من 12 للتنتين هي من العشة للأربعة للأربعة بس أكتر وقت بيكون 12 تنتين بيقمته بيكون الأخذ الفيتامين دال كيف بدي يعرض الإنسان جسمه للشمس؟ هلأ المفروض بيكون الأول شيء طبعا تغطيط الرأس مشان موضوع الضربات الشمس يعني يكون مكشوف الجسم على الأقل لعند الكوع والعند الركب طبعا إذا ما الجسم لبس بحر بيكون أفضل أكيد تعرض بدي يكون من 10 دقائق إلى 3 ساعة نص ساعة حد أقصى لأنه أكتر من هيك كمان الشمس بتسبب سرطانات وقصص مضرة وبعد كتير مهم أنه بس نخلص تعرض للشمس ما ننزل بالماء فورا ننطر بالفي على الأقل مدة ساعة هيك منكون أخذنا أفضل جرع للفيتامين دال تمام يعني نحن يقدل يوميا الدوز المطلوب أنه نحن ناخد فيتامين دال يعني إذا ما سمد ما قدرنا نروح على الشمس نقدر ناخده بالمتميمات نقدر ناخده بس اللي نحن وعم نطلع ومفوت عم نتعرض لشمس وللازم عشط البحر لازم أن نكون فيه مباشر يعني طالما فيه لبس نحن ما عم نستفاد شي بس أنا لابنصح أبدا بالنحن كطوب غزاء ما منصح بالمتميمات لأنه جسم هاي مركبات مصنعة بالأخير ما راح يقدر يتعرف عليها مثل مركب الطبيعي هل هو موجود بالأكل بمشتقات الحليب ضمن اللحوم شوي بس مو مثل الشمس الشمس هي المصدر الأهم يعني المباشر قلت اللي طالعين فايتين بالشمس هذا لا يعتبر أنه نحن عم ناخد الجزء لا يذكر يعني ما فينا نقول ما عم ناخد صفر عم ناخد شي بس لا يذكر بدي يكون التعرض هيك مثل ما قلته وبعدها يوحي يقعد بالفيلة مدة ساعة على الأقل نعم إذن فيتامين دال هلأ حتى يقال بابا إذن معلومة يعني أنه حتى كمان أنا يتمثل فيتامين دال بجسمي مثلا مفروض قبل ما روح فرضا على البحر أو رايح أعرض أنه مسأخذ جزار شرب عصير اشرب ولا ما إلو علاقة لا أمامة برورة بس المهم الإنسان ضمن نظامه الغذائي يكون عم يدخل شي من الدهون المشبعة مثلا إن كان بالزبدة بالسمنة بالدهون الحيوانية الموجودة هي بالعادة بنصحوا أنه ما أنا منيح لا هذا الشي مصح هي منيحة بس بكميات محدودة بس أهم شي ما يكون يكون على جسمنا في شي مثل زيت أو هاي المواد اللي بيحطوه لا ياخدوا لون لأنه بتخفف من أخذ فيتامين دال حتى اليوم قالوا لك فيه كريمات أنه فيه فيتامينات هذا كله بيك هاي بقى شغل تجاري نحنا ما ننصح فيه أبدا تمام إذن هاي فيتامين دال يعني شوي أخذ يعني توسعنا فيه لنخلص مننا اتنين غير فيتامين دال يعني بقى منكمل شو هي الإجراءات يعني الوقائية من خلال غزائنا أو بعض السلوكيات مثل ما قلت يعني تخلينا نعزز مناعتنا وصحة لا ممارسة الرياضة كتير شي مهم طبعا الرياضة لازم تكون بين ثلاثة لأربعة يام بالأسبوع مو أكتر لأنه كمان الرياضة العنيفة سيئلة وبالضعف المناعة كتير الرياضة بتقوي المناعة مفوضة تكون يعني فينا نقول ما بين على الأقل عشرين دقيقة أقصى حت ساعة ونص ما فينا نقول أكتر من هيك وتكون متنوعة رياضة ما بين كارديو اللي هو مشي سريع أو ركض أو هرولة أو اسكليت وشوية حديد وشوية تمارين سويدي المشي كيف؟ المشي السريع أوكي فينا نعتبره شي بالصراحة أنا ما بعتبره لحاله كافي غير لبعض الأشخاص اللي ما فيهم يعملوا أكتر مثلا الأشخاص اللي عندهم بدانة زيادة ممنون صحهم بالرياضات أكتر من المشي سريع إنه هذا بيكون مئزي للمفاصل عندهم نعم هلأ يقال يعني كمان أنه رياضة نحن اليوم لجسمنا ياخد كل الفوائد يعني أنه رياضة الشمس العوامل الخارجية اللي بتخلينا ناخد الفيتامينات صح من الأغذية يعني هيك الجسم قاليته أنه لتاخد صح مثلا كالسيوم بدك حركة لتاخد فيتامين دال بدك شمس يعني هل هذا إلو علاقة بالمنظومة كاملة يعني كمنظومة تغذية؟ إيه أنتي أصدق هلا هو موضوع الأكل طبعا مثلا في عنا أحيان أكلات مثلا تتعارض مع بعضها مثلا فرضا بيقولوا الشاي دائما بنسمع أنه تسحب الحديد إيه تمام أنه تسحب حديد صح شاي مع الأكل ما أنا منيح أنه هي تسحب الحديد من الأكل هلا هو الأكل مفروض يكون في عنا مقولة نحن نسمع دائما نحن قوما لا نأكله حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع كثير مهم أنه الإنسان يعكل يعني ثلاثة وجبات خفيفة ما يعكل بكمية كبيرة لأنه كلما أكل كمية أكبر جسم ما رح يمتصها تلقى الأكل كله أو المواد المفيدة اللي فيه وكمان مهم يأكل الشغلات اللي هو بيحبها أنا والأكل ما بتعجبني أبدا ولا عم بتقبلها جسمي ما رح يمتصها بشكل الصح ودائما في بدائل يعني ما فيه مثلا والله المادة موجودة بس هون وخلاص كفي تنوع يعني لمصادر كتير طيب اليوم نحن ما هي أهم الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم يعني نحن سواء عم نواجه الكورونا أو أنه اليوم شوب وصيف عشو أكتر شي ما نعتمد يعني لنأخذ مصادر من الفيتامينات من الفواكه الموسمية الموجودة هلا بصراحة ما فيني لك فيهو فيتامين محدد نحن عنا مجموعة فيتامينات بما هو متواجد كموسم يعني كموسم هلا هو بشكل عام واحد ياخد الأمور بموسمة لأنه طالما هي القصة بموسمة بيكون هي الشي لها الفترة الزمنية جسم بدوها يعني أكيد مثلا فينا نقول الحليب ومشتقات الحليب الحبوب الخضروات الفواكه كل الأمور اللي هي أكل البيت نسمي نحاول مثلا الخبز الأسمر أكيد أحسن الأبيض بكتير لأنه خالف الخبز كتير فيها فيتامينات مهمة صوصي فيتامين بي 6 و بي 9 ما نقول أنه هاي مثلا والله هاي الأكل منيحة فيني أكل أدنى بدي منها مثلا الخضرة يلا باكل جات خضرة الدهن باكل أنه خلص ما بدوء الدهن لا من كل شي بكمية صغيرة يعني أي تمام أنه من كل شي بس ما نكتير وكل شي ضمن حدود معينة يعني بفاكهة الموسم أو خضار الموسم هاي بتركزوا عليها بس بدين ركز على شغلة عن موضوع الفواكه كثير في نحن عنا عاضي غلط أنه مثلا الناس بتخلص أكل تقول يلا بنا نحلي بالفواكه الفواكه فورا بعد الأكل أبدا ما نميحة يفضل يا أما تتأخذ قبل الأكل بشي عشر دقائق على الأقل أو بعد إذا واحد ما بيتقبل على معدة فاضية بعد الأكل على الأقل بساعتين ليكون امتصاصة صحة هاي من السلوكيات الخاطئة اللي هيك درجين عليها غلط بس ممكن تقلنا شو تفسيرها العلمية يعني ليش إنه مثلا إنه بعد الأكل ما إلا فائدة هو لأنه الفواكه فيها سكر السكر بس يدخل بعد الوجبة الوجبة فيها بروتين بيأثر على هضم الوجبة يعني بيصير بيطول الوجبة بالمعدة رطنهضين فهذا رح يعمل تخمرات وسوء هضم فمراح المواد مع الوقت رح تتخرب ما رح تنتص بالشكل الصح يعني تكون على معدة فاضية أفضل أو إذا الإنسان ما بيتقبله بعد الأكل على الأقل بساعتين وكمان في موضوع كتير مهم خصوصي للرياضيين البيض في ناس كتير تاكل البيض بتكب الصفار كمان هاي كتير عادي غلط لأنه هو في عنا حموض أمينية 9 البيض في 8 الصفار في 1 فإذا ما تاخدوا مع بعض نحنا ما بنستفهد شيء من البيض هادول بياخدون إلون غير غاية بس كمان ما بنستفهد شيء مثلا مثل بيقول لك الحليب شيل منه الدسم كمان غلط الدسم كتير مهم خصوصي لموضوع الفيتامين دا اللي يتسبت يعني إذا ما في عنا دهون تمام أنا هذا الأسطو قبل شيء أنه في مواد دا تسبت لك مواد تسبت فيتامينات إذا ما أخدت إذا أخدت لحالة ما بتستفيد منها إذا ما دعمتها بمواد أخرى مثل الدهون مع الفيتامينات مثلا إيصح ما بتنحل إلا بدهون معينة بعض الفيتامينات فهون يعني هذا اللي نحن بدنا نصوب عليه اليوم هل هو في أربع فيتامينات بده دهون تنحل. الفيتامين الـ A والـ D والـ E والـ K. هدون الفيتامينات الأربعة بدهن دهون حصراً لتنحل. والبقية الفيتامينات الـ B اللي هنهن تنين الفيتامينات وفيتامين C بدهن مو يبينحلوا. فنحن بس يكون غزاءنا متوازن من كل شي بكميات صغيرة بيكون أمورنا تمام. طبعاً الخضرة كتير من يحن اتاخد ضمن الوجبة. ما بتتاخد وجبة لحال. يعني نحن مع كل وجه مدخل شوية خضرة لو نوع واحد بكفي. برجع بقول كمية مانا مهمة كمية كبيرة مانا شي مهم بالعكس مضرة. طب عم تقول انه انتو كهيك أخصائين يعني اليوم انتو مالكن مع المتميمات اللي بياخدوه. أبداً. العالم صارت موضة وعم بيسفوه. بس نحن عم ناخد كفايتنا من الفيتامينات يعني من الكميات اللي عم ناكلها. يعني أنا عم باخد مثلا انه إذا أكلت خيار وخس وبس بارتقاني. يعني عم ناخد ما يكفي الجسم من جرعة معينة أو دوز معين للفيتامينات. هلا اول شي بس لنبع قصة الفيتامينات لشنا احنا ما مننصح فيها الجسم بس يشوف مركب مصنع بياخد منه عشر بالمية ما اكتر. فينا ننصح فيها لبعض الحالات فيه اشخاص عايشي بمناطق ما عندهم خضراء. خصوصا عم بيحكي الخضراء والفواكه لأن الخضار والفواكه هي اكتر شي موجود فيها الفيتامينات بشكل مركز. اوكي ما مش لياخد فيتامين بس كبعا بدي ريح فترة منه لانه بيضر كمان هو. طبعا. بس كأكل هلا صح الأكل طبعا الجديد يعني طريق الزراعة الحديثة عم يخفف من كمية الفيتامينات والمعادن. بس بالمقابل الجسم يتأقلم. يعني من زمان فرضا كان حاجد الجسم للبوتاسيوم عالية وتخفى البوتاسيوم بالأكل. الجسم يتأقلم على الكمية الخفيفة. ما بيحاجة هالكمية الزائدة أبدا. طبعا يعني يقال كمان أنه مثلا نحن الفواكه اللي بدنا ناكلة يا ترتكم مأطوفة بالليل ولا الصبح ولا. يعني لنقدر ناخد منه تكونوا فريش. مثلا إذا ضلت يومين ثلاثة بالبراد هل فعلا تفقد فيتاميناتها وتصير ما بقى كتير ذات جدوى يعني؟ هل هو أفضل شي الفواكه فورا تتقطف وتتاكل أكيد. بس طالما نحن ما بنقدر كلما خففنا من هالقصة كلما بتكون عم تخف كمية الفيتامينات. مثلا نحن بعد ما بنخصنا منحطها بالبراد أكيد رح تخف النسبة بس مو كتيري مو أنه رح تلتغى على الأخير. بس كتير منيح كمان الفواكه ننتبه أنه تتاكل مع أشرتها. هاي تأشير الفواكه بيخفف كتير من الفواء ده. وما أنه نعصر الفواكه ناكلها متل ما هي. آه كمان. عصير الفواكه ما نمنيح صراحة. الأفضل يعني للألياف ولل. مو بسك حتى فيني إليك عصير الفواكه مضر يعني. يفضل تأخذ الفواكه مثل ما هي. صحيح يعني دائما ينصح. طيب اليوم نحن بمواجهة الكورونا وتعزيز مناعتنا. أكثر العناصر اللي بيحاشتها الجسم. للكورونا تحديدا يعني ممكن في أجسام عم بيقولوا لو انصابت ممكن تتشفى بسرعة. أو أنه لو وجدت بجو أنه تكون مقاومة ما يدخل الفيروس. كيف منتصدى يعني عبر تعزيز مناعتنا وغذائنا. هلا هو أكيد عن مبدأ مثل إذا خلنا نعتبر المناعة هي مثل الجيش اللي بيحمي الجسم. فوقتنا نحن بيجينا كمية صغيرة من الفيروس أو على الجسم. أو مو مثل إذا أجعنا كمية كبيرة من الفيروس وجسم ضعيف. اللي فينا نتصدى هلا مثل النصائح اللي أنا أعطيتها هي إذا إنسان قسا ما نمصاب بالكورونا عم يوقي حاله. مثل ما أنه النوم المنيح، التكتير السوائل، الغذاء المنيح، الرياضة هاي العوامل للحماية. إذا الإنسان لا أصاب بالكورونا في أمور هذا تغير مثل رياضة تكون جدا سيئة له. الراحة التامة المفروض تكون إذا الإنسان مصاب. الأدوية طبعا أنا ما فيني يقول لك على الأدوية وهي بقى اختصاصيين يعني. بس شرب السوائل بيظل موجود بكترة. نحن نكون عم نخفف تركيز الفيروس بالجسم يعني. يعني لهذا السبب أنه في مثل أجسام بتقاوم أجسام لا تقاوم. يعني هذا السبب أنه نحن اليوم عم نقول تعزيز المناعة. طبعا إذا الإنسان خلال حياته أو منعته يعني هو عنده مثل جيش حماية لألوفة. لو إجه الفيروس على جسمه يعني ممكن يفوت الفيروس على الجسم. ممكن يقضي عليه فرضا جسم. أو ممكن يجي بجرعة خفيفة ما يحس إن كان يحس هيك على تعب عيو مين ثلاثة. بس الشي اللي بيخوف أنه هذا الشخص بيكون عم ينقل لغيره. مثل ممكن إنه لحد ضعيف مناعة يروح فيه يعني. يعني اليوم إحنا إذا ننوجه هيك نصيحك للأهل إنه شو يعطي أولادهم أكتر شي يعني. أو هني حتى يعني أي إنسان اليوم بيظل مثل ما قلنا عم نواجه وباء. شو ممكن أكتر المواد والعناصر اللي لازم تدخل لجسمنا بشكل يومي. بصراحة ما في برجع بإليك ما في هي مادة محددة بس دائما بنصح بالخضاء. هلأ كنا عم قولوا الزنك وفيتامين سي وفيتامين دال يعني إنه نحن معقول كيف ناخد زنك بيض مسلوق مثلا. الزنك موجود بالمكسرات مثلا. بالمكسرات. أنا دائما توزيع بكش المكسرات هي موجود فيها الزنك. الفيتامين دي ممكن معنا من الشمس أكتر شي موجود بمشتقات الحليب. في عندك الفيتامين اي موجود بالبزور مثلا. زيوت كمان. أي شيء البزر أو الزيت تبعه. يعني مثل ما أنا بدي يكون غزاء متوازن ما فيني إليك هي. هلأ هو دائما النظام الأفضل وحياخد ثلاثة واجبات رئيسية بحيث يكون عم يوزع. مثلا الصبح الحليب ومشتقات ومسلا البيض. الظهر مثلا حبوه برز أو برغول مثلا مع الشي موجود. إذا قدر يأكل لحمة وجاجة نحن نعرف كمان الوضع الحالي. وضع يعني اليوم كمان في ظل الغلاء الحقيقة الكبير للبروتين لكل شيء. حتى الخضار والفواكه يعني نحقق يعني على الأقل المينموم من مستوى غزائنا. حتى ما نمرض يعني غلاء ومرض صعبة يعني. هاي كمية مثلا بعض الظهر بين الغداء والعشرة نعمل مثل وجبة خفيفة فيها شوية فواكه وشوية مكسرات. بتستدي حبتين مكسرات بتكفيها حبتين أو ثلاثة ما الفكرة الكلية. ما بالغ يعني. العشرة ممكن نكون شوية بقوليات. وكتير ننتبه مثلا موضوع اللحمة نحن بنعرف يظلها الغلاء اللحمة صعبة. في عندنا مثلا البيض يعادل اللحمة تماما الحمرة. يعني ما بيقدر يأكل اللحمة الحمرة البيض هي نفسها. نعم. تماما. والسمك يعني إذا واحد راح صد له كم سمكة شوية. أكيد من نحن. وأوميغا 3 كتير من نحن. الأوميغا 3 يعني. أكيد. والزنك كمان. تمام والزنك. يعني هي تركيبة غزاء نحن مفروض نحصل على الحدود الدنيا منها. صحيح. لنحافظ على صحتنا. نصائح شو بتحب تنصحنا بهالإطلالة الصباحية؟ نصائحك طبعا أكيد البدانة. لأنه كمان ليكي موضوع الغزاء الصحي ما له علاقة بالبدانة. ممكن نكون أنا غزائي صحي كتير. بس أنا عم باكل كميات كبيرة عم تسبب للسمنة والبدانة. وهي من أكتر العوامل بتضعف المناعة. التدخين. قاتل يعني للموضوع المناعة عم بيحكي كتير بيخفض المناعة. فهي كمان مفروض نبعد عنه. هلأ أخصوصي الموضوع. ونقولي النوم حكيت عنه. نوم دائم. كتير مهم منه. نوم ورياضة. صحيح. بس يعني كمان قبل ما نخطب. في ناس يعني اليوم عم تعمل تتبع ريجيمات أو حميات متنوعة. بتعتمد على إلغاء مادة على حساب مادة. إلغاء الخبز إلغاء الدهون نشويات إلى آخره. بتنصحوا بهيك نوع. ونحن اليوم ما وقت نغامر بقى بصحتنا. بصراحة إلا لا حالات خاصة. إذا الإنسان بس عم يتخفيف الوزن. تخفيف الوزن بيكون بتخفيف كمية الأكل اللي أنا عم بأكل. مقل على النوع. موضوع الأنظمة اللي عم تحكي عنها اللي هي إلغاء نشويات إلغاء دهون. هيدا الأشخاص محددين. مثلا مرض السكري. كتير مهم لأنه النظام هذا اسمه الكيتو دايت. اللي هو إلغاء السكريات تماما. ممتازة مرض السكري. مثلا الأشخاص اللي عندهم ضعف بيسموه ضعف بالعضلات جدا كتير مهم. النظام بيسموه الأكتنز العالي بالبروتينات. نعم. نحنا منتشكرك وله النصائح وله الحقيقة. دائما نحن نكون عندنا الهدف التوعية الغذائية والصحية. نتمنى الصحة للجميع. وشكرا كتير لحضورك. كل أكثر. حسنا أحمد يوسف أخصائي طب غذائي. شكرا كتير لوجودك معنا ويسعد صباحك. صباح.